هو الحقيقة احنا محظوظين بشكل ما كده كل اللي تولد على أرض البلدي محظوظ حبة زيادة في استقبال شهر رمضان المبارك لأنه على غير البهجة المعتادة والروحانية اللي بتصاحب الشهر والتقوص الجميلة والتجمعات والعيلة وكتير من الحاجات المرتبطة بشهر رمضان من الناحية الدينية والاجتماعية إلا أنه من الناحية المصرية شهر رمضان حاجة تاني شهر رمضان بتاعنا غير أي رمضان في أي مكان تاني في العالم وحتى بقلب جامد نقول حتى في أي دولة عربية شقيقة أخرى رمضان بتاعنا أجمل ما فيه أنه يشبهنا قوي وأنه بيرجع المصريين شبهنا إحنا أحيانا في الزحمة كده بنبقى شبه حاجة تانية مش عارفين إيه أحيانا العصبية تاخدنا، الانفعال ياخدنا، الإحباط ياخدنا، الغلاء ياخدنا، الفرحة تاخدنا أي أن كان بس على كل حال في المرات أو في الأيام القليلة اللي بتلاقي المصريين الطبيعيين الحلوين اللي على طبعتهم وبأصلهم وفطرتهم بتلاقيه في شهر رمضان مش بتكلم عن أي نمازج غضبانة طول الوقت وحررنا طول الوقت وعطشانة طول الوقت وبتشتكيلك لأنها كده مش فهمة القصد والمعنى والمغزى من الصوم بشكل عام وده بالمناسبة موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة لكن بكلمك عن أنه ناس فجأة، مش فجأة، بسبب الشهر الكريم بتنتبه اللي حواليها وبفضل الشهر الكريم بتنتبه شوية أنها تخرج برا دائرتها بتبص حواليها تزود شوية في القرم وزود شوية في العطاء وشوية في الخروج من دوائرنا المريحة لأنه إحنا طول السنة كل واحد فينا مشغول في دوامته هو وفي دائرته هو فيمكن ده اللي بيرجعنا تاني نلاقيه نفسنا بقينا نشبهنا وبقينا بنئد مين طبعين على كل حال الظروف الاقتصادية السنة دي كانت عامل مهم جدا أننا نحط علامات من الاستفهام هو شهر رمضان هيجي على الناس والظروف الطاحنة والأسعار عمالة تغلى والعالم كله فيه مشاكل هيحصل إيه السنة دي يمكن يبقى ده برضو بداية أو خيط البداية لأننا وإحنا بنترد كده لإنسانيتنا نترد للأصل أصلا من الصيام ونستغنى شوية عن شوية حاجات وتفاصيل كانت مزعجة وكانت بتقل علينا وكانت بتصعبها علينا بدل ما تبقى فرصة أن كل حاجة تبقى أجمل وأبسط وأسهل